طب مرحبا بكم وينما كنت سيد العميد توفيق ديدي نهار الجمعة كنت موجود بحذية على مسؤوليتك وكنت تحدثت قبل الجميع نحكي راوحنا عن التسجيلات المتاع على طول العشرين يوم هذومة من الاشتياح الجمعة اللي فاتت حكيتنا على الكورنات ونهار الجمعة قبل لنا ما نشوف في أي يظهر لي وسيلة أعلامية اللي راه ممكن يكون المقاومة الفلسطينية عندها الكورنات هذا شو قال العميد والخبير العسكري توفيق ديدي في ديوانة فهمة رو ثمانية في المياه بالتكنولوجيا اللي قائزنا عن فيها المقاومة وحزب الله تكنولوجيا روسية طورتها إيران ومشات المقاومة ومشات الحزب الله يعرف ثم أنه يساعده مش يحد من السطوة الأمريكية لأنه هو اليوم أصبحت ماركة مكشوفة ما بين من جهة أمريكا وحلافها ومن جهة روسيا والصين حسما مؤشرات يا سامي حسما مؤشرات الخوف الأكبر من توسع لطاق الحرب في المنطقة بكلها أولا ساعة نرجع بك لذكر مشا عمل السيسي يمشي يتفقد اللواء المدرع الموجود في سيناء وقت لرئيس دولة اللي هو دولة مواجهة يمشي يتفقد جنوده ويحطهم على أهبة الاستعداد شو معناه؟ هذا مواشر المواشر الثاني تصريحات إيران ما تخفي قاتلك أنا مشتخل الحرب بره وقت يصير ما يصير ونحس اللي الأمور معناها بش تطور راني أنا بش ندخل وعندها القدر على ذلك الطائرات اللي باعها اللي باعها الروسيا واللي كانت حاسمة في الحرب ضد أوكرانيا واللي حطمت الدبابات الأوكرانية والأمريكية والألمانية والفرنسية والبريطانية كلها اليوم يعني شنضربك شابها متأكد بنتيجة وتو تشوفوا أش بش تصير في هالدبابات اللي قربت التوقت النصل اللي حشنا بيش نوهو حشنا بيه الحرب البرية هذا يكونوا مازالوا لبرة طوال في منطقة زراعية راهي مفتوحة هاوتون شوفوا كيف يدخلوا أش بش يسير أنا أكد لك اللي سوف يدفنونها في غزة أنا متأكد قلت لك سوف يدفنونها لأني متأكد من سلاح المقاومة ومن ربطة جأش المقاومة ومن جبن الإسرائيليين هاوتون شوفوا فم تفاوخ تقني صحيح فم تقنيات فم أسلحة كبيرة لكن في الأخر رابش وليو سكونا بالفرنسية دوما أوم رجل لرجل وتحدث كذلك توفيق ديدي على الكورنيت نسموه شنوه قال على الكورنيت بالضبط نسموه الخوف من الصحيح من المقاومة والمقاومة في مكانها قالوا إيجاني مثالش من وريك الحرب النفسية قالوا واحنا نستنى فيك قالوا أنا نستنى فيك فارا الصبر إيجا 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 إينا حبك تجيني هذه المقاومة الناطق الرسمي قال لهم نستنى وفيكم من دقيقة ودرجة كان عندكم ذرة حياة وماء وجه أدخل أدخل نوري لك أنا شكور لكن من جناب الأخر مئة ألف مع أسلحة متطورة جدا فما يحبش تكلم إيران لنتكلم على إيران لأن إيران وصلت الأسلحة متاعها المتطورة ولخوف إسرائيل التعلمات تخدم لكن شعطاتها بالضبط لأن المنظومة التي تخدمت في إيران وخدمت عليها سنوات وسنوات هي تطوير الصواريخ بعيد المدى التقنية ملكتها إيران وطورتها والله أعلم أشعطات الحزب الله الله أعلم هنا نتكلم على رؤوس حربية كبيرة إذي كان نعطيه هنا رؤوس حربية فيها طن يعني تل لذيف يحلوا فيها شرخ ذلك عليش الخوف الأكبر وذلك عليش الأساطيل جيت الخوف الأكبر من الشمال أكثر من الجنوب رغم أن نعرفه قيمة المقاومة الباسلة لكن لا يكون يولي كبيرة هي مفوق أشي بش يعمل حزب الله لو كان اجتاع زي ما يقعد يخزر يتفرر ولا جي أوامر بش يدخل إذن هاو ش يعملون بتو حزب الله يعملون ما يسمى بالمنظور العسكري الاستطلع بالنار يجسوا في نبض الإسرائيليين كل مرة يضربوهم معناها موقع ولا يضربوهم دبابة بش يشوفوه كيفش يرد الفعل ورد الفعل محتشب جدا في العدو تذكر وقت لا حزب الله يضرب ضربه يقوم الطيرات ويقوم المدفعية ورد فعل عنيف ما يعمل ولا شي ولا شي ولا شي ثم مرة جيش الطائرة علىها ضرب ثلاثة مقاتلين من حزب الله معناها إصابة مباشرة فقط معد ذلك لم يفعلوا شي لأنهم خايفين والخوف الأكبر من سلاح عندهم كل شي وأنا متأكد من سلاح بالذات كورنت اللي عملت فيه روسيا حالة في الدبابات الغربية الأموان الأمريكي الليوبارد الفلورون الآلماية الدبابات البريطانية كلها الدقد لأنه سلاح موضاد للدروع سلاح موضاد للدروع بالكاعة من طراز رهيب هذه مثلا ماش دبابة تقف قدامه ودقة نتاعه يعني الإصابات نتاعه قاتلة الدبابة كانوا يظنوها وهذا الكورنت تملكه حزب الله أنا متأكد اللي تملكه تملكه كنهار الصور اللي وراهها رغم اللي هي مش قريبة فما ريحة الكورنت الكورنت هو منظومة صاروخية تخرقها وتفجرها هيدا هذك 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 الصاروخ الدخليني همه هون الفقاني هذك الفقاني هاي الفقاني هو منصة الرمي هوني هذك اللوطاني صاروخ هاك غريف هذك هاي يدخل الدبابة يرفع حرارتها اي يدخل يخرقها يكونش سمها 30 سنتيمتر يخترقها ثم يفجرها بكلها من داخل معناها تشوف الدبابة تبشي أشلاء وتفجيح هذك هذك هلي معناها تول غرب معناها قالوا معاش نبعث يزيني معاش نبعث لا ليوباردو قل بعثهم وكونوا تكسروا ولا تكسروا هذي اللي كان يكون عند حزب الله دعوني شمعناها قوضية على الدبابات الاسرائيلية بيش تخترق ولا تقترب من خط المواجهة مشيت لأنه 4 كم الدبابة 3 كم هو قبل ما تصلوا تكون الدبابة ضربت ومشيت هذهم اللي زي كوني اللي مخاوفين استعلمات الاسرائيلية نسونا عارتين وعشرين دقيقة نرحبوا بفخري سلمي مرحبا بيك فخري العالمي تكون معنا اليوم في في اللي قاعدين نعم فيه كل عنا توريض هاللي عشرين يوم سيد العميد توفيق ديدي لحقيقة كل ما قلتو غوينا كل يوم نقضينا معزم بعد نتناقشو في اللي سير في عالم مسؤوليت كل ما قلتو هذي يروا الكلم اللي قاعدين نسمع فيه كنا قالوا السيد العميد توفيق ديدي عندو اسبوع الهنين نحب نحل معقف صغير راهو الجيش والعسكر راهو علم بالطبع وراو يذول يبدو تبدو فهمين شن هو اللي صار وشن هو اللي بشي يصير يطلب عشرة سنوات تعليم عالي ومعا التعليم العالي لابد من زادة التجربة والاختلاط بالجوش الاخرى ولي قلتو كله يخضع الى معايير عسكرية علمية بحتة صحيح انا عربي مسلم وعندي قلب لكن لكن اللي قلتو كله يخضع للمنطق العسكري والقتال والتكتيكات العسكرية والاستراتيجية وذاك عليش اكثر الجيوش نجاحا هي الجيوش التي تمتلك خبراء في الحرب النفسية خبراء في الاستراتيجية العسكرية وهذا حال الجيش التونسي وانا من هذا المنبر نقول لكم راهوا جيشنا من احسن الجيوش في العالم في الميدان هذا مش فخر ولا شكر لا 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 حقيقة واللي حبي ثبت يشوف نتائج انت عسكرينا في المدارس العسكرية العليا في المانيا في فرنسا في ايطاليا في امريكا رانا في المقدمة نعم ولي الفخر انا فخري اني عسكري تونسي قبل ما نتكلم على ذاتي وعلى شخصي لاني هالمؤسسة هذية هيا لعطاتني الامكانيات باش ندرس في باريز الثمين وناخذ ماجستير في الجيوستراتيجية من اعتى الكليات الفرنسية والامريكية الجيش التونسي جيش مثقف مثقف بالمعنى الكامل ومثقف عسكريا هذا كعليش رانا في مأمن لان جيشنا جيشنا قوي وجيشنا مثقف وجيشنا عنده معارف انا مني الا واحد منهم ومثل المؤسسة العسكرية تحية كبيرة المؤسسة العسكرية التونسية معزالي ايش تيح بري قبل قطعة اتصالات اه انا ندمنين معدي تسعين متاع جيش مثلا شوف نعم ما فاتك شي تاخلي اخلي شوفا لا اللي الهني قاعدين نشوفوا اولا نفهم لماش تعقل الموساد والسياد تحت في الماء هذو ما تخيل الجيش قاعد يمشي انا فقليت معارش تروح عشان هو يستنى فيه مننسى وش هو جيش اعمى اعمى مننسى